سلام أبونا إبراهيم عبدو سلامه نعمة بنتك من أمريكا أنا متزوجة منذ 16 عام ولدي ثلاثة أطفال في سنة 18 تزوجت من شخص أناني للغاية أنقذه الله ثلاثة مرات من الذهب إلى السجن بسبب العنف المنزلي والقضايا القانونية مع الدولة هو ووالديه يعذبونني منذ 16 عام يا يعني مساعدت ما اتجاوزت شخصيته ضعيفة جدا ووالديه يسيطرون عليه كان يطلب مني منذ فترة أن أطلقه وأتركه قبل ثلاثة سنوات شعرت أنه كان بيخني بدون دليل بعد خضوعه لجراحة تجميلية إنه لا يهتم بالأطفال فهو فقط يهتم بإنجازاته فقط لقد استسلمت لله ثلاثة سنوات بالصلاة وما زال الله لم ينصفني لقد تحدثت إلى جميع الكهنة الجميع حزين أحتاج صلاتك ورشادك ماذا أفعل قلبي معاك يا بنتي وربنا معاك أنت ولا صبر أيوب عشان تصبر عليه 16 سنة في هذا العذاب وفي هذا المرار ربنا يا بنتي يكون معاك ويسندك ويقويك ويخليك يتعيش لأبديتك ويعني ما تحطيش رجائك فيها بنتي يا عميلة معروفة خلي رجائك في المسيح اللي حبك بجد ومات من أجلك ومستعدي يشبعك غنى ويشبعك حنان وحب واهتمام وعاطف ويشبعك من سلامه لازي يفوق كل عقل أنا سلامي أعطيكم سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كمان أعطي العالم العالم مش هيديكي هذا السلام التسكب ربنا يا سلام المسيح أكتر وصلي من قلبك وربنا بيغير ولو ما غيرهوش ورفض التغيير ربنا ليه طرق في التعامل يا بنتي أنا ما قدرش أقولها كده لكن ربنا ليه طرق في التعامل أقولك آية تفهمي منها ربنا بقول كده ليه النقمة أنا أجازي يقول للرب وربنا معاك يا بنتي وإلجائي للصلاة من قلبك وربنا يتمجد لكن أنت إيه وعي تطلق إيه سيبيه هو اللي يطلقك لو عايز يطلق أنت ما تاخدش الخطوة دي خالص وربنا قادر يغيره يا بنت زي ما غير الأنبى موسى الأسود وبقى قديس عظيم وقصيص الأخر يعني بيغير يا بنتي ناس بسبب لكم تقتلنا نعفزكم لكن حط كل رجائك واهتمامك ووقتك في محبة المسيح وفي الكنيسة وفي بيت ربنا وفي تربيت عيالك وينسيك كأنه مش موجود لغات ما ربنا يغيره بس صلي من أجله بالإسم وحط إسمه على المسبح باستمرار وربنا قادر يغير في الوقت المناسب يا بنتي ربنا معاك ويقويك يا بنتي ويحفظ عليك أنا متزوجة من 18 سنة وعندي ولد 16 سنة ولاد 13 سنة معاملت ربنا يخليهم لك معاملت جوزي سيئة جدا مع ولاده ومعايا كمان هو شخص نرجيسي بكل المقيس وكت مستحملة علشان المركب تمشي لحد ما اكتشفت إنه شخص مش محترم خالص درعت إنه لما بتيجي أختي عندي بيتحرش بيها كذا مرة من زمان وأنا بعمل نفسي مش شايفة علشان ما أخليفش البيت لإنه مقيمة ببيت أهلي في شقة منفصلة وأختي مش بتقولي حاجة ولا بتحذرني منه علشان البيت ما يتخليفش بس أنا قررت أطرده من البيت والفعل عملت كده برغم إنه أختي أكبر مني بخمس سنين عندها خمسين سنة وسايبها جوزة من خمسة وعشرين سنة يا ساتر كتير قوي أنا استحملت كتير قوي بس جبت آخري وتردت وخرج مش انت تهدومه رأي قدسك إيه في اللي أنا عملته اللي عملتيه غلط 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 وما يرضيش ربنا اسمعي يا بنتي كتاب مؤسسة لإيه قال أيها الأقوياء احتملوا ضعف الضعفة ولا ترضوا أنفسكم انت قوية وربنا بديك نعمة خاصة احتملي الضعيف اللي هو جوزك لكن تترضيه من البيت ويطلع بشونة هدومه من البيت يعني انت كده خسرت جوزك لها بنت الناس انت كنت تسيبه هو يا إما تبتضلي معي لغاية ما تغيريه عن طريق الصلاة وعن طريق أبونا وأبونا يزوره وابونا يجيبه يتكلم معاه وتحاولي معاه يا بنتي لكن بتسلميه للشيطان بإيديكي بتسلميه للشيطان بإيديكي ليه ساعدكم يجول كذا زي لدينا أنا أفترشكم فكأمورة ساخن في الإيمان ليه تعمل كده بنتي انت جابت أخذ رأيه بعد ما خدت القرار ونفستيه اللي انت عمتقيه ده غلق جدا وما يجدوش ربنا كمان ترى ما هو مش بيهينك مش بيضرابك مش هو اللي سبك بيته ومشي انت ليه تعمل فيه كده بنت الناس عشان بيت أبوك تقوم بتحكيم فيه كده أرجوك حاولي الصلاحي الموضوع ده خلي أبونا يتدخل في الموضوع ويتكلم معاه ويقول له هي اضطرت تعمل كده لما زيقت منك وتعبت منك واستحملتك كتير جدا انت مش سنة وانت مش عايز تتغير يا ابن ما تقرب بقى من ربنا وبيت ما يخربش ولمساعدة أكلمها وارجعك تاني البيت وكده وتبقى كالنها جاي من أبونا عميلي كده يا بنتي وحاول يترجعي تاني وهو معاك يتدخل بالصلاة والمان المصلية وبالقريات وانه يعترف ويتناول يقرب من ربنا حتتتغير حياتي يا بنتي يا ما ناس كتير يتغيرت حياتي لكن اللي عملتلي ده يا بنتي مش حسب مشيت ربنا ربنا قال كده ما جمعه الله لا يفرقه إنسان انت ربنا جمعكو في سير الزي جاو ادوكو عيال كمان ربنا يباريك فيهم وتفرحت بيهم ما تفرقيش انت فرقتي يبقى انت ضد مشيت ربنا صلاحي اللي عملتي تاني لو سمحت زي ما أقولي كده